هتفضل فكرة ثورة يناير وتحرق الناس الكابوس اللي بيطار دي السيسي حتى بعد ما عشر سنين عدوا وخات فرصتوا عشر سنين على الانقلاب والسيطرة على الحكم بشكل لم يسبق له مسيل عشان كده لما تتفرج على هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي الدكتور جابر بتتمنى تقطعها هتلاقي السيسي متأثر او في فيلم دايرة الانتقام حد فاكر دايرة الانتقام دا فيلم كان عمل الأستاذ تقريبا سامير سيف تقريبا اللي ما اقتخلني الزاكرة وكان بطولة الأستاذ إبراهيم خان ونور الشريف وشويكار ووقع عن قصة وعرواية أجنبية اسمها الكونت دي مونت كريستو بيطلع من السجن نور الشريف ينتئم من كل اللي باعوه هو السيسي شغال في دارة الانتقام من مين أنا أقول لك أنا السيسي عايز ينتئم من كل الناس من كل واحد شارك في صورة يناير 25 من الألتروس من أي حد يفكر بس مجرد تفكير أنه يعمل صورة تاني وعشان كده يوم الخميس اللي فات السيسي بكل بقى جاحة وبأي توصيف تحب تقوله أنت طلع يتكلم عن آلاف المؤتقين في السجون ويقول أنا بعمل كده لإنقاذ الوطن وإنه ما فيش حد لا يحاسبه غير ربنا أنا هفكرك بالفيديو ده أخي عبد المنعم يقول لي طب والناس اللي موجودة ده إنقاذ وطن ده إيه إنقاذ وطن لا ده اللي حاسبنا عليه مش أنت ده مش أنت اللي حاسبنا عليه ربنا يقول لي ضيعت المئة مليون خلتهم مشردين في كل حتة أنا ما أخافش أبدا ولو كنت خفت كنت زمنك دلوقتي كلكو كلكو في خراب وضمعك للبلد بعد عشر سنين لسه الرجل مش ناسي طاره يا ترى إيه هو الوطن اللي حصده السيسي كان إيه زي ما كتب حازم بوست بيقول لا ده إنقاذ السيسي حازم النجار لا ده إنقاذ وطن السيسي متحدث عن أسباب يعتقاله عشرات الألف مصنين وهذا بالطبع لأنه هو الوطن المقصود السيسي نفسه حبسهم عشان نفسه وعشان كده شفنا اللي بيحصل مع واحد من رموز صورة يناير وهو الدكتور محمد البلتاجي محمد البلتاجي اللي بنته تقتلت قدام عينيه اللي ولاده اتشرده عنده محد معتقل اللي أسرته اتفككت تماما في تنكيل جديد محمد البلتاجي بتصرب له من السجن بيكلم فيه عن تعرضه لانتقام وغل مش مفهوم لدرجة تصويره هو عريان بس عشان يكسره نفسه قادي شهادة الدكتور محمد البلتاجي عن اللي بيحصل معه في السجن اللوائين حسن السهاجي ومحمد علي استدعياني أكتر من مرة دون سبب مكبل اليدين وأجبروني على التجرد من ملابسي والجلوس في وضعية القرفصة أحيانا أو رفع إيدي للحيط أحيانا أخرى واستوابل من الشتائم لي ولأمي وكان اللواء محمد علي يقوم بتصويري بنفسه دكتور محمد البلتاجي ده واحد بينتقم لأنه ده اللي قاله في صورة يناير حضرته خبيب قاله أنا اللي هو عبدالفتاح السيسي ده اللي هزقه في صورة يناير فالسيسي بينتقم منه السيسي مش قادر ينسى أو واحد من اللي فضحوه وعنده خصومة وطار بايد ضد البلتاجي من ساعة ما كشف البلتاجي عن الطرف الثالث في الميدان اللي كان بيهددهم في الميدان السيسي مش ناسي الشهادة دي حوالي الساعة اثنين الضهر وأنا كنت بتجول في الميدان وكل شوية أحمس الشباب عايزين خمسين يطلعهم عند المتحف عايزين متين يطلعهم كذا وقاعدين نرتب هذا وبعدين لقيت حد من الزمرة جاي بقولي في حد عايز أجدرولي فرجعت للمكان اللي كنا بنقعد فيه كوة سياسية موجودة كنا بنتابع تطورات المشهد فلقيت حد قدمني نفسه وقال لي أنا اللي هو عبد الفتاح مخابرت تفضل هو كان دار حوار بينه بين الزمرة اللي كانوا موجودين جميعا وهم انتغرات سياسية مختلفة قبل أنا ما جي بس أقلهم أنا عايز بلتاجي فقالتولي تفضل فقالتولي بلتاجي وفرهم إراقة الدماء اللي حتحصل النهاردة فقالت استغربت قلتولي ليه إراقة الدماء فقالي لأ ما هم أنصار حسني مبارك جايين الميدان النهاردة وحتحصل مقتلة بينكم بينهم الساعة كان بقى ماليش يعني بالزبط لا أستطيع لكن في حدود الساعة تنين الظهراني فقال لي أنصار حسني مبارك هيجوا الميدان دلوقتي ولهم حق في الميدان زيكم فقالتولي ليه معندهم مصطفى محمود ودأ بيهم وتملة ما تفتحوا لهم الأستاذة ساعة تلو وعندكم يعني ملاعب مصر كلها زكانوا عددهم ضخم قوي كده بحيث أن احنا نشوفهم قد إيه اللي وقفين ضد الثورة ومع حسن مبارك لغاية دلوقتي فاللأ هم يقولون نمدان التحرير ملك للكل وحيجوا يعبروا عن تأييدهم لحسن مبارك هنا في الميدان فحتحصل إراقة دماغ فيعني يعني رجاء من أنتم توفروا إراقة الدماغ وتروحوا دلوقتي تنهوا ده دكتور بلتاجي السيسي مش ناسي اللقاء ده اللي كان بينه وبين البلتاجي قتل بنته واعتقل أولاده المشهد ده يفكرك بإيه اللوائين حسن السهاجي ومحمد علي استدعاني أكتر من مرة دون سبب مكبل يديني وأجبريني على التجارد من ملابسي عريان مالت والجلوس في وضعية القرفصاء ورفع إيدي وسط الشتائم لي ولي أمي وكان اللواء محمد علي يقوم بتصويري بنفسه المشهد ده يفكرك بإيه في واحد ممثل مصري كان عنده جار أيام الناصرية الكئيبة اتقابض على جاره فمراته راحت تزوره مرات جاره راحت تزور جوزها اللي بيحكي ده ممثل مصري فطلعوا يزورها يقابلها فطلعوا مالت بيحبي على قديه ورجليه وحطين في رقابته سلسلة كلاب والظابط بيقول له قدام مراته انت مين يا عد قال له أنا الكلب يا بي قال له الكلب بيعمل ايه قال له بيهوهو يا بي قال له هوهو قدام مراته مراته رجعت حكت للممثل ده الممثل ده خد المشهد ده وعمله في فيلم الممثل ده هو الاستاذ الكبير عبد بن عبد بولي وعمل ده في فيلم احنا بتقول له توبيس ولما تسأل جبته المشهد ده منين مشهد عبد بن عبد بولي وهو بيحبي بيحبي بايده كده حكى القصة دي ان مرات الراجل راحت شافته كده بالوضعية دي لازال عبد الفتاح السيسي متأثر بصلاح نصر صلاح نصر فكرة لا تموت حمزة البسيوني فكرة لا تنقضي الحكاية ان السيسي بينتقم من محمد البلتاجي وكل اللي شاركه في الثورة ده اللي كتب واقل بيقول ده كله الحقيقة من السيسي اللي بينتقم منه عشان البلتاجي فضحوا ايام الثورة اما اللقاء حسن السهاجي اللي كان بيصور البلتاجي زي ما الخبر بيقول فده كان مسك قطاع السجون مديد قطاع السجون في الداخلية والمفروض ان اللي هو حسن السهاجي طالع معاش من 2017 زي ما الخبر ده بيقول اهو ده اللي هو حسن السهاجي مساعد وزير الداخلية للسجون للمعاش في واحد اتنين 2017 اللي هو الكيوت ده لسمراني ده اللي بيعزب البلتاجي بيصوره بنفسه اللي هو الجميل ده اللي هيرجع البيت يزعى لانه صلاة العيشة فاتته اللي ما بيسيبش حج ما بيطلعش على حساب وزير الداخلية اللي ولاده ومراته عربية الداخلية رايحة جاية ده مدير قطاع السجون ابقى اقروا رواية اسمها ليل و قطبان وتعملت فيلم بعد كده عن واحد زي وكده الرواية دي مشهورة جدا او يعني كانت مشهورة ان ناس اسم الكاتب دلوقتي نجيب الكلاني الله ينور عليك يا علي نجيب الكلاني اسمها ليل و قطبان ابقى اقروا رواية دي عشان قرواية كتبت في الستينات وتعملت فيلم بعد كده في اول زهور محمود ياسين والاستاذة سميرة احمد وغالبا اللي عملها اللي اخرجها اشرف فاهمي غالبا اهي الرواية هي ليل و قطبان غالبا اللي اخرج الفيلم اشرف فاهمي تقريبا عشان بس ايه ما تشدش عليها ايه في التذكر يعني البلتاجي واسروته نموذك صارخ لانتقام الدولة من شخصه اهله بسبب مواقفه مش مكافي السيسي اعتقال البلتاجي او قتل بنته اسماء لكن كمان معتقل ابنه كبير انس من عشر سنين بدون اي حقوق فحبس انفرادي زي ما ذكرت منظمة اسمها الديمقراطية الان للعالم العربي اهي المذكرة اهي بتقول نقلا عن والدته نقل انس البلتاجي من سجن بدر الى سجن العاشر من رمضان ولا يزال البلتاجي ممنوع من الزيارة والتريد والكتب في حبس الانفرادي الذي استمر العاشر السنوات يجب على السلطات المصرية السماح لانس البلتاجي وكافة المعتقلين بالزيارات وكافة عقوقهم في الوقت اللي السيسي بينكل ويعزب البلتاجي واسرته اللي لاقي فيه ناس تانية على الحجر والسيسي بمبسوط زي مرتضى منصور اللي الحكومة قلتلك النهاردة بتدافع عنه بعد ما قاد موقعات الجمل وكان ابرز الوجوه في 30 يونيو ده الفرق بين اتنين بين البلتاجي ومرتضى منصور مزور حرامي ده سب كل ستات مصر وده الراجل لم ينطق لسانه بشتيمة واحدة كل مشكلته بس كانت مع البلت مع السيسي في ثورة يناير اما ده فده معروف ده مين يعني ده الدولة بتدافع عنه هاي اقضاء الدولة وده بينكل بيه وتصور عريان معاناة كبيرة جدا المعتقلين في السجون خاصة المعتقلي كل الطيرات كل الطيرات تقول الطير الإسلامي كل الطيرات فيش حد بيتكلم عن التنكيل اللي بيحصل مع الطير الإسلامي زي ما كتبت سارة سارة بتكتب بتقول اهي خيرات الاخوان بني قدمين عيب اما تكونوا شحطة كده وكبار كده وبتتكلموا في حقوق الإنسان طول وقت يبقى في مجموعة كبيرة من كبار السن اصغر حد فيهم عنده 60 سنة واجبرهم في التسعينات ومعزونين عن العالم وبيتم التنكيل بهم والإهمال الطب والتعذيب والعزل وخايفين تتكلموا عنهم عيبا ما تتكلموا عن المؤتقلين وما تجوز سلتهم ولا أوضاع احتجازهم خوفا من الوصف في ظل الكلام على فتح الزيارات وتحسين أوضاع المؤتقلين قالت الإخوان معزولين تماما على العالم في بدر ثلاثة وأهلين ما بيعرفوش عنهم حاجة من 2016 يعني سبع سنين وبتقول ما بقولكمش تطلبوا انهم يطلعوا بقولكوا تكلموا ياخدوا حد الأدنى من الحقوق أهلهم يتطمنوا عليهم يبعتوا لهم أدوية الاستثناء اللي بيحصل ده مع المؤتقلين في التالي السلام كتب عنه الصحفي عبد الرحمن فارس بيقول أي استثناء لمعتقلي أي استثناء لمعتقل الطيارات الإسلامية وقيرتهم وفي القلب منهم جماعة الإخوان محض مشاركة للسلطة في جرائمها مهما كانت الأسباب هذه الجرائم التي ترتكب بحق جميع المؤتقلين لا يجب أن تمر ولا يجب أن نغض الترفع عن طيار في سبيل طيار آخر وسأظل ضمن آخرين نتحدث عن هذه التفرقة وعن هذا التشفي والانتقام من الدولة وأجهزتها وعن سكوت الكثيرين المحسوبين على المعارضة ده غير بقى الروبي وغير علاقة بفتاح وغير آلاف من كل الطيارات السيسي شغال وعايش دور دائرة الانتقام ترجمة نانسي قنقر